يرد فعل قوي جدا وعنيف جدا من نادي الزمالك مع امام عشور امام عشور جاب جول النهاردة الحقيقة يعني ومتميز لعب كبير وبس قصة عقد والتجديد والتمديد والكلام ده الزمالك خد قرار وتصدى الرسم الامام عشور على فعل التجاهل التام والكل حاجة لاي كلام عن تمديد العقد دلوقتي حدش يفتح الكلام خلاص مش هنتكلم دلوقتي ان شاء الله نتكلم في نهاية الموسم لكن دلوقتي مش هنتكلم قعد اللي يغني اهل يغني اللي يغني اسماعيل يغني اللي يغني جايله قعد من فرنسا من هولندا من امريكا من اي حتة من دولة خالجية من اي حاجة ولا الزمالك حيعير اهتمام لكل هذا الكلام وحيقفل تماما عن اي حاجة خاصة بامام عشور خلال هذه الفترة نهائيا زي ما قلتلكم الزمالك بينتظر وانا قلتلكم كده في التليفون اللي جالي الاربع رعائي يمكن ربعمائة مليون جنيه خوشه يعني نفس الزمالك يقلن عندها رسمي عشان اشعر فعلا انه في سويتش يعني تغيير في طريقة ادارة النادي الناس هل ممكن تستجيب لدان هل ممكن ادارة نادي الزمالك تستجيب لفكرة انه ليس بالصدام الدائم والحرائق اللي هي بتانال كل شيء تدار يدار النادي ولا في بعض الاحيان نحتاج للهدوء والتفكير حتى يستقر النادي حتى يحصل على حقه من الرعاية الطبيعية كنادي عظيم واللي جمهور عظيم واللي كيان عظيم وتاريخ عظيم زي نادي الزمالك على فكرة حسام عبد المجين انا قلتلكم قبل كده جاي له عروض من بره ورفض قالك ولا هتنقش حتى في الموضوع ده لكن هو الولد نفسه نفسه حتى يروح انجلترا انجلترا بالذات يعني لك لو جاء الانجلترا انا يعني بس اقلله في النادي خد بالك في حاجة اسمها نسبة مشاركة في انجلترا للمتخب الاول دي مسألة ما فاش هزار لازم تكون عامل نسبة معانا في المتخب الاول عشان تروح الدور الانجليزي اي حد هكلمك عالدور الانجليزي يبقى فيك او هياخدتك عشان يعيرك برا لغاية ما تعمل النسبة بتاعتك فعشان تبقى عارف ما تتفكرش خالص في الموضوع ده في هذه المرحلة لغاية ما ترجع وتاخد مكانتك في الدوري المصري فرجاني ساسي اتفرجوا عليه الجهاز الفن للنادي الزمالك والناس وكان في درداشة كده حصلة مع بريرا والناس اللي حواليه قال لهم ده عندي الناس عندي في خط النص حسن منه دلوقتي تراجع رهيب في مستوى فرجاني ساسي يمكن بنضم للمتخب لغاية دلوقتي التونسي على حس فترته مع نادي الزمالك لما حقق اعلى مستوى ليه الحقيقة مع نادي الزمالك زيوزة بن شرقي في وقت سابق خلوني بقى انا عايز اقلوك على حاجة صدمنا بها فيتوريا بيقولك عايز يشارك في كاس العالم للمحليين ما عرف فيكس كاس افريقيا اقوم افريقيا للمحليين فيتوريا بيقولك عشان اكتشف اللعيب يعني احنا عندنا وقت نهرش ده احنا بنلعب وكاس العالم شرقي نطلع فاصل نطلع عندنا تقرير عن مباريات بكرة في كاس العالم وفاصل ثم نلتقي مع نجمينا كابتن سيد معوض وكابتن احمد عيد عبد الملك